السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان او اتوصوا اللايك والشير فضلا وليس امرا وان شاء الله انتظروني بس معلش عشان انا والله في ظروف خاصة جدا بالنسبة للمزرعة اصنظروني ان شاء الله هعمل لكم ايضا فيديوهات من المزرعة تلقى قبولكم ويبقى فيها طبيعة وطاقة ايجابية وجواها نقد ايضا طب النهاردة عام عادل هنتكلم في ايه هنتكلم في مفترية واستقبال سيء جدا لها في قاهرة المعزل ديني الله الفاطمي هنتكلم على السندوق الاسود وسقوط بالسلس من صاحب البرنامج اللي هو مافيا وهو عزيز اخ عزيز عليها طبعا لكن انا ناقد فمن حقي ان انا اتناوله بالنق كمحتوى وشخصية فارس وزوجته سماح مش هنلاقي ناس افضل من كده مصريين على اليوتيوب حقيقة وحتى اجابات الراجل مع السندوق الاسود ده احيانا بيظهر شخصية الرجل الحقيقية بالفعل هو دخل في شخصية فارس ولكن مقدم البرنامج كان اداءه سيء جدا وحنقوله لي مع دخول شهر رمضان خلاص يعني فاضل تقريبا الشهرين اليومين ثلاثة اربعة واستعداد اليوتيوبرات من الان للشحاتة والتسول بطرق ملتوية هتبدأ بقى تصهر كل واحد وشطرته وهكلكم حكاية عن دم ترتل المثل ده على اي واحد المصريين حتى بيقولوه وما يعرفوش يعني ايه يعني مثلا زي عامل من بانها لا هنقول عن دم ترتل ماليوتيوبرات هتعمل زي عن دم ترتل ماشي واخيرا الازمة المالية وكيف نتصرف فيها مع ظهور بقى الاسعار وتوحش الاسعار على المصريين هنعمل ايه في اللي جاي مع محدود الدخل او اللي هم تحت خط الفق ومتوسط الدخل اللي للأسف الطبقة المتوسطة انهارة تماما نبدأ الاول بمفترية مفترية جات مصر على انها تستقبل في المطار بالورود والظهور على انها سفيرة لمصر فوقها العادة ولحد يلا يلا طلعي مش عارف ايه ما فيش اي حاجة وراحت مزقة رزقها وخلوني بقى بعد الرحلة ما خلاص قبط قوسينا وقدنا اقول لكم ان كانت هالمقابلة فاترة ولو ما كانتش من اهل اه مسقط رأس الزوج كانت منها اه كان في واضح ان مازال في حاجات تحت ضغط عصبي بدليل ان اه عايزة تمشي في خلال ساعات يعني لو اقول لها لا انت هتمشي كده وكان اقصى حاجة وهي بتاكل مع الحاجة الكبيرة اه كل التحية والتقدير طبعا لها وكانت في اه احد السيدات اه اخوات رضا او حاجة زي كده بيتحكوا احنا كفلاحين نعرفوا الضحكة دي يعني انت كده بس تاكلها كلها المهم فقلنا خلاص هي تحت ضغط وبعدنا نعرف واحدة يوتيوبر ومبسوطة وغنية وحاجة كويسة يعني وفيديو واحد يعمل حاجات كبيرة جدا يعني يجب لها سيارة اه بالليها بتبقى في القرى والكلام ده بتتأجر للافراح تبقى تحت رجليها يعني تتحرج بها من الساعة عشرة هي طب لو مش عشانها هي عشان خطر بنتها يعني تكتك ايه يعني احنا جايين احنا نورو الريف لا نجيب بلاش يا عم عربية ملاكي نجيب كرارتة نجيب حنطور يا ليه انه اجر حنطور هندله في اليوم مثلا خمسمائة جنيه يبقى يومين بقى الف جنيه وكان يبقى افضل واحسن انما عشان نركب العربية الكره واي واحد ممكن يجيله بواصير ولا يجيله اصابة في العمود الفقري صاحب جدا جدا والتوك توك بقى وحقراني وقى مش عايزين بقى نتكلم بقى ايه في الباقي يعني طب قلنا راحة القاهرة جايز مش معروفة في الارياف لما هتروح القاهرة او هتروح الالعة او هتروح منطقة حي الاسهر سيدنا الحسين من منطقة مصر القديمة يعني متروح الاهرامات اكيد الخواجات حتى لو الناس ما عرفاش المصريين الخواجات هيشتلوها هي وبنتابل على وش الارض راحت الاهرامات بتقول انا مش عارف اجالي علامة حمرة وعلامة بس انا مش هقول هي اجالها ليه مش هم فيش نصيحة لان على فعل هي بتحاول تستفز قنوات النقل لو انا قلت قبل كده علشان تبقى محتوى زيها زي مادام صدفة اللي اتنين النهاردة متابعين وتتخلوا بالكم لقنوات النقل انهم يبيتبعوا سيادة الاستفزاز بتستفز قنوات النقل علشان قنوات النقل تاخدها محتوى المهم ما تقولش عليكم قولوا طول راحة الاهرام ولا لقيت حد من روسيا ولا من المانيا ولا من بيلاروسيا ولا حتى بتاع الحمطور بيقولوا انت متعرفنيش لا انا عارفك انت مفترية لتباسك انت مفترية اتاب الراجل من متابعيني اتاب الراجل هيقول ايه المهم يعني ان ابو الهول في حتة صغيرة واعت اكيد نعمل صوت من هنا ما هو ابو الهول ملقاش حاجة ملقاش مثلا ان الفرنسيين هم اللي ضربوه بالمنجنيق الحملة الفرنسية بقيادة نابليون دونا بارد جون ضربو نابليون هم اللي سرقوا الاهرامات اعرفش ما هلتش ده كله ليه ما نزلتش مراكب الشمس تحت اا ما ورتناش حاجات كتيرة جدا لكن ما علينا كويس ان اللي جينا ايه الحدكين قلنا خلاص هتروح الالعة وقلعت طبعا محمد علي وما ادراك لما محمد علي عمل مسبحة الالعة علشان المماليك دولت يا جماحة الخير كان هم اللي ازين محمد علي كل ما يجي يعمل قرار كانوا بيقفولوا فقرر الخلاص منهم فقال لهم ان انا عامل فرح لابني كان تصن باين وجمحهم المهم ايه شطهم وعلى فكرة برضو ما ذكرتش ان الالعة دي اتعملت في فترة من ايام حكم الرئيس جمال عبدالنصر السجن الحربي وعلشان هي كدت بتقول هي الحاجات دي كانت هنا ليه لان ده تحولت القلعة لسجن قلعة القلعة دي تحولت لسجن حربي كان بيتخطي فيه بعض المساجين السياسيين او طبع الطيار الاسلامي اا بعد كده راحت اا مصر القديمة وراحت حي الاصهر والحسين مفيش حد غير ستتين فضلت انا مين انا مين فالناس خدها مش ايه وانتي يا اختي اللي عملة مش ااك معالش بيش حد يا را هي مفكرة انها جايز ما هو بتقول لكم انا ما بعرفش امشي لا في السعودية ولا بعرف امشي في في بردو ولا بعرف امشي في مارسيليا ولا سانتيتيان ولا طولوسة لكن في مصر هتعرف امشي الا الاشرار طب واذا حتة ما كانش لها لازمة بتقول لك بتعد الطريق لقت عربية ميكروباس طب مين هيبقى في الميكروباس ما اكيد امشي طبعا انا ما بعرفش بقى كنا هنموت طبعا نتيجة الزحمة الشديدة وهي مش عايشة في هذا الزحم وبتقدرش تتحرك يبقى عاملة سورة في الكلام زي الفلاح لما بينزل المدينة ما بيقدرش يتحرك يبقى الاصول يتوخى اقصى درجات الحذر لو هيقعد عشر دقايق علشان يعدي نهر الطريق لانه مش واخر ما علينا يعني ما كانش في فيه حاجة يعني علشان اللي نصدر حاجة ان كان هناك مشكلة تعالوا بقى نروح للصندوق الاسود واداء سيء جدا جدا من محمود مافيا واداء راقي وعالي جدا 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 من فارس واحيانا كان بيستعين بصديق وما كانش فيه احلى من صديق رفيقة العمر مادام سماح بس ما عاجبتنش في كلمة دي ما تتقلش برد انك حتى كده ولا في يوم ماشي في يوم من الايام هي مرة واحدة ما تتقلش برد بس ما علينا هيزلت لسان فارس عاجبني في اغلب كل رداته كان متفوق على نفسه وكان صريح جدا وعلى فكرة فارس من الشخصيات من القلب على اللسان يعني رجل ما عندوش لوع يعني رجل في منطه الصراحة اتكلم على العلاقة اللي بين وبين الاستاذ اكرم النهاردة مش اي حاجة قال خلاص انا مسامح وطالما انا مسامح العلاقة اللي ما كنتش هحبه برضو اللي كانت بتربطه بتفاحة يعني ودي طبعا خطأ من مقدم البرامج خطأ كبير جدا العلاقة اللي هو بيقول ودي على فكرة انا رفحت لك القبعة بس مش اقدر ارفع الكبعة علشان ما بينش الطريق الصحراوي اللي زيه لما قال انا بازعني ده مش محتويه انا مش شايف نفسه في النقل وانا زيك والله يا فارس يا استاذ فارس قال انا فيه ساعات بتناول ناس انا باندا وانا ايضا بتناول يوتيوبرات باندا من انا تناولتهم لكن دلقوا ماشا اللي عندن زي اللي بيزع ماتش في الدوري ماتش عك غير لما يروح يزع ماتش في الدوري الانجليزي او في الدوري الاسباني او في الدور البرتغالي او في الدور الاطراعي. فهوا دي قالها آآ 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 тай نهو ؛ في البداية بسبب وو برضو دي غلطه حتكلم فيها على مافيا آآ آآ مشكلته ما م danmustofa كانت نتيجة قلت خبرة. وانهو ايضا الراجال اللي اعترف فهو في كامل قواتها راقلية انهو لانه قد تجاوز. لان انا كنت موجود في المشكلة من اساسها يعني. هنا بقى اقول حاجة. ماشي. الخطأ على ما فيها. انا كمقدم برنامج ااجي ما اعملش القديم. يعني اي حاجة قديمة اردم عليها. حتى لو اي حد يسأل عليها. طبعا هو كويس ان محمود الف البداية ما فيش حد يسكر اي واحد الا شخصه. وده حاجة رائعة. ولكن ما جيش يقول له مثلا ايه الخلاف اللي بينك وبين ام مصطفى. يعني عايز تقول ايه? انت بتحيي المشاكل. يعني هي ام مصطفى كان بينها وبين فارس بس خلاف ما كان بينها وبين قنوات جدا نتيجة مشاكل عائلية بين ام مصطفى وبعض افراد من عليتها لانك انت بتقول لا ده انا شفت ومش عارف ايه وهشام بتولي كان حطط لهو. برضو انت ده مش اسئل. ده المتابع مش هيستفد به. انت حتخلي فارس يقول كلمة جايز تزعل منها ام مصطفى بعد مرور سنة بعد ما بقوا كده هي ومدام سماح. يعني انا والله العظيم عايز اتناول ام مصطفى بالخير عندي خافي قلوه بيطب الله لانها تستهل انها تاخد المية الف. احنا وانا بقولها هوت ويمكن انا وفارس وعند الشجاعة اللي انا اقولها. وبعض القنوات اثرنا على ام مصطفى. اثرنا عليها انا ما بتعرفش تتعامل ما خلى. بقالها سنتين. واقفة في حيز ال94 وال93. واجب علينا ان انا وفارس ندعمه. فما قدش المشكلة كبيرة. وبعدين تطرق لحاجة انا موت ع نفسي بتضحك فيها. بيقوله طب ايه حكاية الجروبات اللي كنت انت وعما عادل فتح فيها ونجلاء. طيب انا افهم السؤال ده. انا كمتابع وناس شافت السندوق السندوق الاسود. هيقولك الله. كان في كان في خطط. خطط ومؤمرات علامة مصطفى. انا انا عن نفسي لحدة دلوقتي ما عنديش رقم فارس. لحدة دلوقتي نجلاء مرة وحيدة اه تواصلت معها بعد الكلام اللي تقالي اللي زي ده. وعمري في حياتي ما دخلت مع ناس في جروب. وانا في الميديا ضعيف. يعني ما كنتش عارف يعنيه جروب. لما عملت قناتي فقالوا يلا نعمل جروب للأدام اللي في قلت لهم انا ما عرفش. قالوا اللي لقدم تضيف كزا وكزا وكزا. الجروب الواحد اللي عملته. اللي هو اكبت انا وخال الحجة. الاساس امير باشواندز امير. وموظف كبير يعني في قطاع البترول. والادمنين. كانت ام مصطفى. ومدام حنا. دولة الاربعة. ومعانا اختنا الغالية لبنان. وعمل يوم لعتني انا. هم بيسمعوني وانا بيسمحوا مرتولهم لا ده انا مش بتاع الكلام ده. الغي الجروب. يوم ما تعمل بعد نص ساعة تشاهد. معنا بقول لي كده. لان ممكن ناس يقول لك اه يبقى زينة بنت انا كنت والحدة الان بعتبرها بنتي. بحلوها ومرها. اللي هي نجلات. سواء عندها ايجابيات او عندها سلبيات. طلعت هي على اليتيوب تعرف ان عم عادل ده ابوها. ولما حصلت المشكلة وحتى سؤالة طب اه ليه عطتك القناة اه تفاح? خليت الراجل يقول كلام انا زعلت من فرس انه قالها انه انا كانت ظروفة ما يتقلش برضو بس الراجل قالها. قال عشان خطر كزا و وامكان انا وقفت معاها بس هو كان لازم يقولها لانه هو مداد دلوقتي. اصبح مداد. فقال عشان خطر الشقة جبت لها وسكنتها وكلام. يعني وقف معاها. فهي انسانة حابة ترد لصاحب الوجب اللي وقف معها الجميل وعطته القناة. وكانت القناة على معتقد 11000. انا ذاكرة قوية جدا. اما بالنسبة لنجلاء. نجلاء لما تعرضت لبعض المشاكل وهي غلبانة. وبتاكل بعفتها. وبادرحها. وبتصنع. وكلام مين ده شونة. وعندها بنات زي الفل ربنا يخلهم لها ولد او بنت. والله انا فكر بس انا فاكر البنت يعني. وانسانة كانت طبيعية خالص. وتعربت لحاجات كتيرة جدا. اه وقفت وقفت لها لا ما يسح طويلي بالك. وكان حصلت بعض الظروف والمشاكل طويلي بالك. وهدي نفسك خالص. وعشان خطري انا بابا واسمعك لا قالت حضر يا بابا. وقفت لها مهم ما حصل ما يحصلش اي مشاكل. حضر يا بابا. فكان بتجمرلي. على ان ابوها. فقط لغير. ولو كنت انت كان عندك رقمي. لو كنت تواصلت وكنت عرفت ايه حكاية الجروب اللي كان فيه فارس. وعادل فتحي. ونجلاء. او بنتي يعني نجلاء. كده خلصنا يا جماعة الخير. استعداد اليوتيوبرات بقى كله دلوقت واحد بيستعد. ليه الشحاتة? هتبدأ بقى دلوقتي ايه? اه الناس اللي عايزة تجيب خرفان. الناس اللي عايزة تعمل مواد. الناس اللي عايزة تعمل يوم ليلي. اه اه. كل ده هيصهر في اللي جاي. وحنتكلم فيه ان شاء الله باستفادة. عن دم ترتق. كل واحد يقول لك انت رايح فين يقول لك عن دم ترتق. انا رايح عن دم بترتق. ايه حكاية ام ترتق دي? خاصة لا اسكندران ايه? وفارس يعني قاعد في اسكندرية وبيقول لك سبحتاشر سنة بس مش هيعرفها. ام ترتق دي ست مصرية في حي كرموس. حي كرموس ده حي شعبي. شعبي بمعنى الكلمة يعني. الستان زمان كانت بتلبس لحدة الرجبة بس. اه اللبس الحط كده وبالشعر بيبقى نص وبين وعليه منديل معمول بترتر كده. فكل يوم تجيب الشيشة. وتحطها تلت دوار. وتجيب زوجها اه عم عمران. هي كان اسمها ايه? نفوسة ونبوية. يعني الناس يقول لها اي نفوسة وناس يقول لها اي نبوية. وامو اسمعي برضو كان عندها الابناء الكبير ايه اسمعي. وجايبة للمعلم ماشي ما هو لازم عمران بقى ابو اسمعي. جايب له حنطور. وحطه في وش الخيل. حطه له حاجة فضة وامبلعات. اه وجايبه له الحنطور قدام البيت. ولا عم عمران بيشتغل. وطول النهار الشيشة. وسان داوتشات كبدة. وسان داوتشات لانشون. وسان داوتشات اه كباب. ويجاتوه. الناس دي بتجيب الحاجات دي منه. وكنافة. واخر النهار سبك. وجنبري واستاكوزة. الله الله. واربعة كيلو تفاح واربعة كيلو مانجن. الفلوس لي من ايه? دا الناس دي قاعدة لشغلة ولا مشغلة والشيشة طلقة وترسها ولا? وترس يرسوا الميه. لخليتكم نفوسة اللي هي نبوية يعني. وعم ميه? وعم عمران. فالناس لازم تهرف. اتابع عندهم البيوت زمان كانت دور ودورين وتلاتة. يعني مكنش فيه الابراك دي. فالستة نبوية دي كان بيتها دور واحد. فعملت خط. قالت لك هات عشر خمستاشر بربارة فراخ يعني بدون دي. ماشي? اللي فكرتني الوزة بتاعة صدفة. وثلاثة اربعة ديوك رومي نتيات. وثلاثة اربع وزات نتيات. وثلاثة اربع بطاة. اشي بلدي واشي سوداني واشي مجنس واشي بكيني. برضو نتيات. وسبح تمن عشر تجواز حمام نتيات. واشتغل يا جدع. ارب شوية غلى على دي شاش دورة واعيش. اللسطح تتنطط الحاجات تطير من اللسطح جرانها ما قاعدة بقفوة هي اللي تحت. عن دمية هندوم ترتر هي عارفة. ومعلمة كل حاجتها ده علامة من الجناس. هتقول له هي خش شوف كده الحمام يقول لها ايه الجب يصطادت اربحت جواسي. يعني اربعة دكارة. ايه الجب يصطادت مسلا دي ايه ديك ديك اه ديك اه ديك اه ديك رومي. او دك تربط تاخد اللي يكلوه يكلوه. والباقي بعد صلاة الفجر في الحمطور يخضوه في الحمطور ويروحوا اللسواء اللي هي عند السكة الحديد اه جعل السكة الحديد في المنطقة يعني عند محطة مصر ويبيعوا حاجتهم ويرجعوا بتلاتة جيني باتنين جيني اياما كان الموظف بيشتغل في الشهر بتلاتة جيني. فكل واحد يعيض تحت عيض ايه يا لتا بتظهر على ايه يقول له ما ادور على دك يا رباط. يقول له ما اتدورش عليه. ده عنده بترتل. التاني يدور على الحماوي. ايه يا ابني في ايه? ما شفتش جوز حماوي. هو انت غريب عندك حاجة يقول له اغريب عنده جزير حماوي. يقول له هتلاقيه عند أم ترتل. فطلعت أم ترتل. طيب الازمة المالية يا عم عادل وحل هنه هنحل ازاي. احنا عندنا المجتمع بينقسم الى تلات مجتمع تحت خط الفقر الفقر جدا اللي دخله من 3000 الى 6000 جديد يعني من 100 دولار لمتين دولار وعندنا متوسط الدخل اللي تقريبا دخله من 400 دولار ل 500 دولار يعني من 12000 ل 15000 وعندنا الاغنياء حدس ولا حرق ما تتلمش الاغنياء مش هيتأثروا بهذه الازمة الاقتصابية ولكن الفقراء اللي هم تحت خط الفقر اللي الراتب بتاحهم 3000 4000 5000 6000 لابد ان يعلموا جيدا ويكيفوا حياتهم في السنوات القادمة بعد ارتفاع الدولار ل 30 دولار وما فيش حاجة انا مش مقتنع بان الدولار هيبقى في شهر يونيو ب 26 هشوف بس طيوة ماشي ماشي يا جامحة الخير لازم يتكيفوا مع حياتهم بان لابد ان هو هياخد كيس اخف لما يجي اشترخ دار لحمة فكهة عند بقال لازم يعرف ان الكيس هيبقى نص وزن واعلى قيمة ازاي يعني يا عم عدل احنا مش فاهمين انت تتكلم لنا زي الناس اللي بتطرح في التلفزيون يعني هيروح يشتري مثلا ستة زبادل وكلو لباد وكلو روز وكلو عدس حيحاسب مثلا كان الاول بيحاسب مثلا على ميت جن النهاردة لو جاب نص 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 يعني نص الكمية بقى خفيفة هاو هيرجع حيحاسب على مية وخمسة فالكيس هيبقى خفيف اللي هيروح يشتري الكيس خفيف وهيدفع فلوس كمان اخر ده بالنسبة للفقيد طب بالنسبة لمتوسط الدخل من 12000 ال 15000 ده متوسط الدخل ده عنده سيارة وعنده مدارس اجنبية وعنده سوبر ماركت يعني كارفورو والحاجات ده المحلات الكبيرة لازم يتخلى عن على الاقل عن واحدة من الثلاثة حاليا لازم يتخلى عن السيارة بتاعتهم كان عنده سيارة ملاكي بنزيل وتغيير زيت بيعملها في التوكيل مثلا كل ستة شهر يعني بيعمل حاجاتها يعني او يستغنى عن اولاده لو كانوا في مدارس اجنبية وحيخلوه الاقل في مدارس تجربية او السوبر ماركت لو بيتعامل مع سوبر ماركت كبير لا فتحالة زهران كارفور لا يتعامل بقى مع بقال بقى على قد حاله كده في اي نص يبقى السنة دي من 15 اتنين اللي جاي لازم يفكر جديا في الاستغناء عن واحدة من الثلاثة السنة اللي جاية هقول لكم هيستغنى عن حاجة تانية من اللي فضلين من اللي اتنين ولا لا كل اتحالة كل الاحترام نحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته